نحكيه فيسا على الأحداث بتاع دربي العاصمة اللي بارح علقنا وحكينا بالقداة اليوم فهم بعض الإجراءات والبارح كان صار اجتماع في مقار وزارة الشباب والرياضة اجتماع جمع كل الأطراف المداخلة في تنظيم مباراة ذية نحكيه على الوزير نائب أو رئيس الجمعة بن يابة وصف جليل كيف كيف كان معاه أيضا موجود نائب رئيس الرابط الوطني كورة القدم مونير بن حسن ورئيس الديوان بتاع الوزارة وغيره من الناس بالأمنيين وكل أطراف المداخلة البارح سيع بعض الأرقام اللي كشفتها وزارة الشباب والرياضة بخصوص الخسائر اللي انجرت عليها المباراة هذية مئة ألف دينار حجم الخسائر اللي انجرت عليها الناس تابع فينا تتوى على يتوب وفيسبوك نجم تشوفوا الصور خسائر كبيرة برشا مئة ألف دينار القيمة 409 كرسي أيضا اللي تكلفتهم 73 ألف دينار فمعناها وحدهم لكريسي 73 ألف دينار كيف كيف فم بعض برش أذرار على مستوى الكاميرات المراقبة المناسة الشرفية الأجهزة الصحية المخازن كيف كيف فم إصابات في صفوف الأمنيين واللي تم تحديد العداد نتيحهم بستين أمني كلهم عندهم إصابات ستين أمني في المباراة هذية وأيضا الجماهير اللي لماذكرتش للوزارة الأرقام نتيحهم ماذكرتش قدش من جماهير مصابين لكن حسب المعلومات فإنه تم إلقاء القابض على مجموعة كبيرة من الجماهير واللي تم تلقى صراحهم مازالوا أربع كوتا وموقفين من جماهير النادي الأفريقي واللي نادي الأفريقي البارح زاد نشار بلاغ ويقول إنه بشي دافع على هذومه كو اللجنة من المحامين بشي دافع على الأربع مازالوا موقفين هذومه بالنسبة للإجراءات اللي اخرج بيها البارح الاجتماع اللي صار في الوزارة برشة لحقيقة حاجات لكن من أهمها يقول إنه التجديد على ضرورة تطبيق القوانين بكل سرامة وكذا وكذا يقول زادة مش تم برمجة جلسة مع وزارة العدل لمراجعة بعض القوانين والدعوة إلى تطبيق الأحكام القضائية بكل سرامة كيف بش يتم اقتراح لجنة وطنية مشتركة لمكافحة اللي عمفها هذية وأيضا بش يتم اتخاذ جملة من الإجراءات والقرارات من قبل الجامعة والرابطة كما الوزير يقول أيضا أنه بش يتم تمرير بعض القوانين الجديدة على مجلس النوابة للشعب في الفترة المقبلة للحد من الظاهرة هذه ويقول أيضا أنه وزارة الداخلية فتحة تحقيق إداري وعدلي بخصوص الاعتداءات اللي صارت بين الأمنين والجماهين إن شاء الله على كل نقاط هذه كلها تتطبق في الواقع إن شاء الله نشوفوا في الأيام القادمة قوانين جديدة نشوفوا أيضا الناس اللي غلط تتحاسب من الجمعية والأمنيين وإن شاء الله الموضوع هذا يقف هنا ومعنش شوفوا حتى شيء على فكرة جعفر البارح صارت أحداث كبيرة بارشة زادة في الجزائر مباراة شباب قسانطينة والمولديت العاصمة وأكثر عنف أكثر من مباراة الدربي أكثر عنف حتى في أرضية الميدان وبرشة أذرار ولحقيقة فيديوات صاد ما جدا أنا كنت شوفيها قبيلة شوية نتعدى ولمبابي عندك العلق زينوبة في سعيدة جوست حبيت نقول اللي رأوا بارشة أحداث عنف تصير ولا يقدر ليقدر يصير كما في بورس عيدة كل عام للناس اللي تتفكر معنا تفهم عشرات الناس اللي ميتوا في استاد معنا ترى حاجة رهيبة الله لا يعود علينا شيء كيف من هكا وإن شاء الله يا رب ننقى حولوه الحقيقية باش السبور يقد ديفي اختسما ويقد رياضة ويحافظ ع القيمة متاع ومنمشيوش دائرة العنفة اللي دي راي ماهيش تبشر بحت أخير إن شاء الله إن شاء الله نتعدى ولي مبابي وأخيرا وأخيرا نهاية المسلسل تعم بابي بعد سنوات عام قديش برشة برشة أشهر معناها نهاية المسلسل تعم بابي واللي ينظم رسمين إلى ريال مدريد البرح الريال في الأعلن نحن نجيب الكريستيانو كان أعلن على التوقيم عام بابي عقد لمدة 5 سنوات المكافئة المكافئة متاع بابي ميت ألف أورو تقريبا مكثر من 300 مليار بفلوسنا 300 مليون 300 مليون 300 مليون 300 مليون 300 مليون أورو سمحني 700 مليون أورو 300 مليار أكثر من 300 مليار وبالنسبة للجرايم تعم بابي باش توصل سبعة وخمسين مليون أورو سيرافع في العام أما برامو شهرية متاعه أقل من شهرية اللي كان يخفيه في تيزجي أقل من شهرية اللي كان يخفيه لكن بيش يستفيد زيني براف برش حاجة هو حلم حياته أنه يخدم في الريال مدريد والبارح بعد توقيعهم بابي كان نشرر صور متاعه والناس تبع فيه انتا وتجمعوا تشوفوهم صور متاعه وقت هو صغير بالشعار متاع الريال كيبش هاي للمقار متاع الريال مدريد والكل وصورته خاصة معه كريستيانو واللي لبارح كريستيانو حاط له كومنتير في على انستغرام على الببليكاسيون متاعه يقول له توا معناها الدور متاعيانة بش نتفرج فيك بششوفوك تضيء البرنابيو في في الريال مدريد برش ملعبية كيم مارسيل وكيم زملاء وجدد كيم رودريغو كيمة فينيسيوس كلهم رحبوا به ومبابي لحقيقة قصة كبيرة فقط في ساعة بش نعطيكم الأعمار متاع ملعبية الريال مدريد الموسم المقبل بششوفو انو الريال مدريد بش يكمل يوربا ما يسيطر على أوروبا لمدة عشرة سنين على قل جاين مبابي 24 سنة رودريغو 23 سنة بلينجهام 20 سنة فينيسيوس 23 سنة لونين الحارس الثاني 25 سنة فالفيردي 25 سنة تشاوميني 24 سنة كامافينجا 21 براهيم دياز 24 جارسية 24 وارذا قولر 19 سنة ذوما بش يكونوا المستقبل متاع ريال مدريد في السنوات المقبلة تقريبا نستنى ويمكن على الاقل عشرة سنين بش يسيطر فيهم الريال بش ناخد نفيزة بوجهة نظر جعفور الناس اللي تقول تقارن بين بابي وكريستيانو كريستيانو كجل الريال الريال كان بعيد شوية عالشامبينز ليج معناه مهدش القاب وكريستيانو يرجعو في الوجهة اليوم بابي مش نفس الشيء بابي يجي في وقت الريال بطل أوروبا الريال في القمة دونك بابي اليوم المهمة يمكن أصعب بش يثبت نفسه في ريال مدريد شكرا هيني